مرحمن الرحيم طلبة الصف السادس تبتدائي زوكي أبنائي عاملين ايه هنحل يا ولاد مراجعة على الترمي التاني لاختبار رقم اتنين من سلاح التلميذ صفحة 224 ركز معايا السؤال الاول اختر اجابة صحيحة يولي 3 على 5 على 5 اولي 3 على 5 الاسم عاملها ضرب وقلب الخمس تبقى 5 على 1 واختصر 5 على 5 في الواحد 1 في 3 بتلاتة 3 على 1 في الاتة يبقى اجابتك تبقى 3 السؤال البعض رقم اتنين النقطة 5 وخمسة صلتها بالانعكاس في محور اكس عشان نجيب انعكاس حولين محور اكس بسيب ال اكس زي ما هي وغير اشارة الواي يعني تبقى 5 ويه سالب 5 يبقى ما يجيب لي النقطة واللي هاتلي اعكاسها حولين محور اكس سيب ال اكس زي ما هي ما تغيرهاش وغير اشارة الواي السؤال اللي بعده اي مما قالي لا يكافئ النسبة 3 تربع طبعا 3 تربع دي ليه 75% دي صح 6 على 8 ما تقسم بس في مقامه على اتنين تبقى 3 على 4 دي صح 75% دي هي 3 تربع ليه 75% دي 75% صح لكن 4 على 3 غلط ما نفعش ان احنا نقلي بالنسبة يعني 3 على 4 لا تساوي 4 على 3 تاخد اجابتك دي السؤال اللي بعده المسافة التي تبعدها النقطة عن محور اكس اكس بناخد القمة المطلقة للواي هم يقول لي هات مسافة بتبعدها نقطة عن محور اكس بتاخد القمة المطلقة للواي ولو عايز تجيب بعد النقطة عن محور واي بتجيب القمة المطلقة لل اكس فهمته? يبقى اجابتك هاتبقى يجيب القمة المطلقة بقى اه للواي تطلع باربعة لان انت عندك النقطة بيكون احتساء اكس وواي فيبقى اربع وحدات يبقى اجابتك هاتبقى اربع وحدات فهمين؟ طبعا لو مش فهم كده انت ممكن تمثلها بياني لو انت مش عارف الطريقة دي بتعمل النقطة في الامتحان كده بياني دي سلبه ثلاثة وداه اربعة قدوم هنا سلبه ثلاثة وتلاعنا فوق هلأ اربع وحدات جلو الخط العمودي الوصل بنى نقطة للمستوى لخط الافقي فده اسمم بعد عموديو المسافه دي كم؟ هي طلعت فوق هم باربعة؟ فدي بتوازيها بانتها با dragged وحدات خلاص او تبقى عارف القعدة يقول لك المسافة بتبعدها نقطة عن محور اكس هات القيمة المطلقة للواي قيمة المطلقة للواي الواي هنا باربعة القيمة المطلقة تاخدها بالموجة بيعت تقليب الاشارة في اطلع اربعة وحدات مساحة متوازن اضلاع يا ولاد بناخد طول القعدة في الارتفاع المناظر يعني هدرب التلاتة فاربعة تبقى باثماشر يكتب اتناشر سنتيمتر مربع لالاجابة به طيب اي مما يالي ارخص سعرا عند لشراء القرض يقول للكماشر لما بدك تشتريه فيه عروض قدام يقول لي ان اتنين متر رقم الف اثنين متر ببتمانين جنيه يعني instructed تو ingrediente اول واحدة المتر الواحد باربعين جنيه طيب بيقول لي هنا واحد متر كل خمسين جنيه يعني المتر بخمسين جنيه فاهم طيب جيم يقولي المتر بخمسة وخمسين جنيه لذال تلاتة متر بمية جنيه يعني المتر الواحد قل مية على التلاتة فيها تلاتة وتلاتين وتلت جنيه. طبعا افضل سعر اللي هي ميت جنيه لكل تلاتة متر. يبقى تاخد انها عرض. هتاخد العرض الاخير ده ده الافضل لان المتر يبقى سعره بتلاتة وتلاتين جنيه وتلاتين قرش تقريبا يعني. فتاخد الاجابة دال. ده الافضل. السؤال سبعة. هنا عايزين استخدم معامل التحويل تسعة كيلو متر عايزين نحولها الى متر. يعني التسعة كيلو متر عبارة عن تسعة تلاف متر. بنعملها ازاي يا حبايبي? الكيلو متر عايز يتخلص منه ام كاتب كيلو متر تحت. الوحدة الجديدة متر فوق. واحد كيلو متر عبارة عن الف متر. يبقى ده اسم معامل التحويل. يبقى اجابتك هتقول الف الف متر على ايه? على واحد كيلو متر. ده اجابتك. هتكتب ده. هتختار يعني الاجابة ايه? الف. خلاص. الف متر على واحد كيلو متر. السؤال الثاني. بيقول لي هنا تمانين في المية بتساوي نقط في صور الكسر عشري. الكسر العشري يا ولاد عدد يقع بين صفر وواحد. يعني هتقسم العدد تمانين على مية. تعمل علامة بعد رقمين. هي تمانين من مية. تبقى تمانية من عشرة. جبتك تقول له تمانية من عشرة. تحزم بقى الصفر. اللي عليه من ده ملوش قيمة. السؤال اللي بعده هنا تمانية الى ستاشر. عايزين نعملها في افصى الصورة. التمانية نص الستاشر يا ولادي. بقى النسبة واحد الى ايه? الى اتنين. نقسمها التمانية يعني. مساحة المعين بالساوي طول ضلعه في ارتفاعه. او طول القاعدة في الارتفاع. يبقى المساحة المعين. هكتب هنا طول القاعدة في الارتفاع. او اقول طول الضلع في الارتفاع. مكعب طول حرفه خمسة. فان مساحة سطحه او المساحة المساحة للمكعب مبارا عن ستة اس تربيع. ليه اولاد كده? ان المكعب لستة اوجه متساوية في المساحة. مساحة كل وجهة عبارة عن اس تربيع. بضرب الحرف في نفسه. يبقى ستة في مربع طول الضلع. ده اللي هو بخمسة. خمسة تربيع خمسة وعشرين. اضرب ستة في خمسة وعشرين تبدين مية وخمسين سنتيمتر مربع. يبقى اجابتي هتبقى مية وخمسين سنتيمتر مربع. السؤال اتناشر. اذا كانت النسبة بين ما مع رانيا الى ما مع اخيها تلاتة الى خمسة. رانيا الى اخيها هي نسبة كام? تلاتة الى خمسة. وكان ما مع اخيها خمسين جنيه بها هي هيكون معها تلاتين جنيه. لان الخمسة اضربت في عشرة. بقيت خمسين يبقى تلاتة في عشرة تلاتين. يبقى مع رانيا اقول له ايه تلاتين جنيه. السؤال اللي بعده رقم اتناشر. يقول لي هنا اضرب اتناشر ونص في عشرة ونص. حبيبي هنا ما تجد تضرب لازم تاخد بالك ان العلام بعد رقم. يعني العدد داعه برع مية خمسة وعشرة وهنا مية وخمسة على عشرة لان العلام بعد رقم. بعد كده بتعمل ايه بتضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام. وبعد ما تخلص تحط العلام بعد رقم ايه لان عشرة في عشرة بمية. طيب هنعملنا اضاي زي دربه مطول اهي. حط بس البسط فوق مية خمسة وعشين وهي مية وخمسة. واعملهم ضربه مطول. خمسة في بخمسة بخمسة وعشرين. خمسة ومعي الاتنين. اتنين في خمسة بعشرة بكل الرقم مع بعض. خمسة اتنين. خمسة والصفرية لاتنين وصفرية يبقى هنا 13125 هقسمها عالمية يعني العلامة تكون بعد رقمين العلامة اللي عندي تكون بعد رقمين يا ولاد يبقى هنا 131 وربع إجابة بتاعتي هتكون 131 وربع فهمتوا كده دي الإجابة بتاك رقم 13 السؤال 14 بقول لي قطع أحمد لوح خشب قطع أحمد لوحا خشبيا طوله 20 متر إلى قطع متساوية طول كل قطع نص متر حدد القطع هتقسم طول كله على طول كل قطع يبقى 20 على نص قوله 20 في مقلوب النص اللي هو 2 يبقى 40 قطعة يبقى على القطع 40 قطعة مساحة شبه المنحرف المقابل عشان أجيب مساحة شبه المنحرف بجزأ الشكل اللي عندي عندي هنا طبعا فيه أكتر من طريقة الطريقة السهلة أنت بيتقسم الشكل شكلين وتجيب مساحة الشكل الأول مساحة الشكل التاني وتجمعها طب الشكل الأول عبارة عن مستطيل مساحة الطول في العرض والشكل التاني مسلس مساحته نص القاعدة في الارتفاع القاعدة كاب 3 والارتفاع ب4 يبقى نص في 3 في 4 وتحسب الاربعة في 6 تديك 24 وهنا نص 3 في 4 3 في 4 في 12 نصها 6 يعني يطلع عنياتك 30 سنتيمتر مربع المساحة للشبه المنحرف 30 سنتيمتر مربع طبعا يا ولاد فيه طرق تانية للحل زي ما قلنا فيه طرقة تانية انت تجيب نص مجموعة قاعدتين متوازيتين في الارتفاع تقوله نص قاعدة الأولية كان بتسعة والقاعدة التانية اللي هي اللي فوق كانت بستة والارتفاع كان باربعة يبقى نص في 6 وتسعة خمستاشر في اربعة اربعة في خمستاشر بستين نصها 30 هذه طرقة تانية للحل وفيه طرقة تالتة ان انت تكمل الشكل كده كأنه مستطيل تكمله مستطيل يعني وتجيب مساحة المستطيل كله وتحزف منه مساحة المسلس اللي فوق ده تمام تعالوا شوف السؤال اللي بعده يعني اجابتك خلاص قلنا 30 ماشي طيب هنا السؤال التاني بيقول لكارن بين العددين 3 و 2 من 10 على 4 من 10 أكبر او 32 على 4 حبيبي هنا لما تجي تحل المسألة الاسمة لازم نقسوم عليه يكون عدد صحيح يعني تضرب البصه مقام في 10 ليه؟ لأن المقسوم عليه العلم بعد رقم فلما اضرب في 10 تبقى 32 على 4 تدك 8 هي هيها يعني يعني نعمل على متى يساوي السؤال الرقم 17 عارج اتفاعات اي مسلس 3 يبقى اجابتك 3 سواء قائم او حد او منفرج يكتب 3 يبقى اجابتك جيم يعني المسافة بين النقطة 4 وسلب 4 على خط الاعداد هتبقى 8 واحدة طول لأن هنا السلب 4 بتبعد 4 وحدات عن الصفر وال4 بتبعد 4 وحدات عن الصفر يبقى 4 و 4 8 يعني نقول له ايه 8 وحدات 8 وحدات فهمتو؟ او تعمل ايه تجيب الكمل المطلق للأول والكمل المطلق للتاني وتشغل بلاكم الاشارات لو الاشارات مختلفة يبقى هتجمع النتج الأول مع النتج التاني ولو اشارات متشابهة بتطرح بتجيب الكمل المطلقة لعددين وتشوف الكبير من فيهم وتطرحهم من بعض يبقى هنا اجابتك 8 وحدات طول لدي الاشارات ايه مختلفة تجيب الكمل المطلقة الأول وكان المطلقة للتاني وتجمعه السؤال بعده 19 اي التعبيرات العدالية التالية يعبر عن ربع كيلو متر في نص طيب يعني ايه ربع كيلو متر في نص يا ولاد يعني اه هنا اه ده كم مش كيلو متر كم ربع في النص يبقى تقسم النص على الربع ده كم يا والعدد ما عدد الربع في النص النص فيها كم ربع يعني يا ولاد فها ربعين فانت تقسم النص على ايه على ربع فهمتو يبقى نص تقسمها على ايه على الربع تقسم النص على الربع عايز تجيب عدد الربع في النص هذا نص هو فها كم ربع فها ربعين فتقسم النص على الربع فهمتو اجابتك تبقى هي نص على الربع اللي هي الاجابة به سؤال 20 جميع الازواج المرتبة التالية تقع في ربع الثاني مع هذا ربع الثاني يا ولاد شرطه بتبقى سالب وموجب مين بقى غير كده مين هو اللي هو جيم جيم اللي هو سالب 2 وسالب 2 تقع في ربع الثاني تبقى تاخد اجابتك جيم السؤال 21 متوازن مستطيلة طوله 6 متر وعرضه 0.5 متر فقالنا حجمه وعندك الارتفاعه يبقى الحجم تسوي الطول في العرض في الارتفاع هتضرب الستة في نص في تلاتة نص ستة تلاتة تلاتة في تلاتة بايه بتسعة يعني تسعة متر مكعب ده الحجم بتاعنا هيتطلع بكام بتسعة متر مكعب السؤال اللي بعده سيارة تتحرك بمعدل تسعين كيلو متر في الساعة عند المسافة المقطوعة في ساعتين ونص يبقى هتضرب التسعين في اتنين ونص لانه اجاب لك معدل الوحدة نتقول له تسعين في ساعتين ونص طبعا يا ولاد الاتنين ونص دي ممكن نحولها الكسر عشري او ممكن نرفع الكسر ونختصر يعني ممكن تقول كده تسعين في اتنين ونص إتنين في اتنين باربعة واحد خمسة لي há 5 على الاتنين يعني تقول تسعين على الاتنين فالخمسة والاربعين واعدين تضرب الفالخمسة والاربعين 45 فيывает 25 65 أعلى 2 4 25 22 22 هيطلع الناتج ماتين و خمسة و عشرون يعني المسافة ماتين و خمسة و عشر كيلو متر. لطريقة الطريقة التانية انت تقول والله هي تلس هي نهايات في تمن منص دي اختن و خمسة من عشرة. الصفر ده بيوقع Egale م其orem بيحزفها يعني فتبقى تسعة في خمسة و عشرين خمسة في تسعة الخمسة و اربعين خمسة و معدة اربعة بين حين في تسعة بتمانتاشر تمنتاشر و اربعة انه عشر يعني يطلع ناتج ماتين و 25. السؤال الرابع احسن مساحة متوازن اضلاع بقول له طول القاعدة في الارتفاع المناظر القاعدة عندي كانت هنا اربع وحدات ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة والارتفاع هتختز خط عمود كده وتعد الوحدات واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة فاربعة باتناشر يبقى مساحة متوازن اضلاع بتساوي طول القاعدة في الارتفاع المناظر يبقى تقول له اتناشر وحدة مربعة السؤال بعده ايهما اكبر مساحة مسلس طوق عدد اتناشر وارتفاعه 8 عند مسلس قاعدته كانت 12 وارتفاعه المناظر 8 أم مساحة متوازق أضلع عند متوازق أضلع طول قاعدته 8 وارتفاعه المناظر 4 8 وارتفاعه المناظر 4 أنت هجيب مساحة المسلس الأول نص القاعدة في الارتفاع نص في 12 في 8 نص الـ 12 6 في 48 يعني 48 سمتون ربع وبعد كده تجيب مساحة المتوازق طول قاعدة في الارتفاع يعني تضرب إلى 4 في 8 يطلع إلى 32 سمتون ربع يبقى من الكبير بقى أولاد المسلس أكبر في المساحة يبقى أكتب المسلس أكبر في المساحة مساحة المسلس أكبر من مساحة متوازق أضلع السؤال اللي بعده رقم 25 بيقول لشترى محمود هاتف محمود سعره الأصلي 6500 جنيه يوجد عليه نسبة تخفيض 20% من 8 احسب قيمة التخفيض يبقى عشان تجيب قيمة التخفيض تضرب النسبة المقوية اللي هي 20% في المبلغ الكلي اللي هو 6500 بنت عايز الجزء شغل صفرين مع صفرين واضرب 20 في 65 حط الصفر اتن في خمسة وعشرة صفر معي الواحد اتن في ستة باتناشر واحد تلتاشر يعني يطلع كام 1300 جنيه ده قيمة التخفيض هو عايز قيمة التخفيض بس يا ولادي السؤال اللي بعده في جدول النسبة المقابل مع عدد الكيلو جرامات اللازمة من الضقيق لصناعة ستاشر قطعة كيك إبقى أنت تعمل حصل ضرب الطرفين بيساوي حصل ضرب وسطين 16 على كام بتساوي 4 على نص تضرب نص في 16 وتقسم على 4 نص الستاشر بـ 8 8 على 4 يديك 2 ديبقى الناتج يقول له 2 كيلو جرام 2 كيلو جرام